بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم وحدَّثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف يعني غير متطلع ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك حمر بن الخطاب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله لقبض الزكوات من أهل الأموال ويعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه هذا مال نصيبك وأجر على عملك وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أي غير متطلع ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال النووي رحمه الله هذا الحديث فيه منقبة أي فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره أن يقدم غيره على نفسه نعم والمشرف إلى شيء هو المتطلع إليه الحريص عليه وما لا فلا تتبعه نفسك معناه ما لم يوجد فيه هذا الشر لا تعلق النفس به واختلف العلماء رحمه الله في من جاءه هل يجب قبوله أم يندب على ثلاثة مذاهب وحدثني أبو الطاهر أخبرني ابن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء أي أجرة عمله ونصيبه فيقول له عمر رضي الله عنه أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خده فتموله أي تملكه أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف غير متطلع ولا سائل فخده وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمر وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدق أي جعلني أخذ الزكوات من أهل الأموال وأجي وآتي به فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله أي أجرة عمله فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أوطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني أي أعطالي فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة أي أسلني لقبض الزكوات من أهل الأموال وأجي به بمثل حديث حدثنا حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حبه نتين حب المال حب العيش والمال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ أي الشيبة شاب قلبه شاب على حب العيش والمال يحب الحياة ويحب المال يعني هذا حال النأس كل شيبة يحب العيش ويحب المال فإذا كان يستعمل الحياة والمال في طاعة الله فهذا خير وأما إذا شغله عن طاعة الله فهذا مذموم وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ أي الشيبة شاب على حبه نتين طول الحياة وحب المال فإن كان يستعين بذلك على طاعة الله فهذا خير وأما إذا شغله عن طاعة الله فهذا ليس بخير وحدثني يحيى ابن يحيى وسعيد ابن منصور وقتيبة ابن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم يعني يصير شيبة وتشب منه إثنتان الحرص على المال والحرص على العمر على العمر يعني قلبه يحب المال ويحب العمر وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال النووي رحمه الله رحمه الله فيه ذنب الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها ومعنى لا يملأ جوفه إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره فعلى المسلم أن يحرص على طاعة الله تعالى ولا ينشغل بحب المال ولا يشغله عن طاعة الله فعلينا أن نكثر من الطاعة والعمل الصالح ونأخذ من الدنيا بالحلال ما يعيننا على طاعة الله ولا يشغلنا عن طاعة الله فحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سميت قتاد يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أي وحي قرآن أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوان لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تعب اللهم اغفر لنا وتوب علينا يا ذا الجلال والإكرام وحدثني حرملة ابن يحياء أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم وادي من ذهب أحب أن له أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الحرص على الدنيا بل ينبغي أن يأخذ المسلم ما تيسر بالحلال ولا يشغله عن عبادة الله وطاعة الله وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جري قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم من أواد مالا لأحب أن يكون إليه مهر ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري أمين القرآن هو أم لا وفي رواية زهير قال فلا أدري أمين القرآن لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما على كل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا عن الانشغال بالدنيا ويحثنا على الطاعات والأعمال الصالح حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسل عن داود عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة أي قراء القرآن من أهل البصرة بلد فدخل عليه ثلاثمائة ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فأتفتلوه أي أتلوه القرآن ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قصد قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفلت منها لو كان الابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفلت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في عناقكم فتسألون عنها يوم القيامة فيجب على المسلم أن يقول الحق ويعمل به ولا يخالف عمله قوله حدثنا زهير بن حرب وابن نميل قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغناء عن كثرة العرض ولكن الغناء غنى النفس ليس الغناء عن كثرة الأموال ولكن الغناء غنى النفس القناعة اللهم قنعنا بما رزقتنا يا رب العالمين وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث ابن سعد حاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عياض ابن عبد الله ابن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت قال قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو يعني المال إن كل ما ينبت الربيع ما ينبت الله تعالى بالمطر يقتل حبطا أو يلم يعني الدابة إذا أكلت بدون حساب تموت أو تقارب الموت إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها أي جانبا بطنها استقبلت الشمس ثلطت أي أخرجت ما في بطنها أو بالت ثم اشترت فعادت فأكلت يعني وهكذا المسلم إذا أخذ المال الحلال واستعمله في طاعة الله ولم يشغله وأما إذا أخذه من أي مكان ولم يبالي يهلك فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع حدثني أبو الطاهر حد أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله قال بركات الأرض قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر قال قال لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم ما ينبت الله تعالى بالمطر الدابة إذا أكلت بدون حشاب يقتلها أو يقارب الموت إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها طرفها بطن بطنها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت يعني تأكل بحشاب فهذه تسلم وأما إذا أكلت بدون حشاب تموت أو تقارب الموت إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه الحلال ووضعه في حقه في طاعة الله فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع فينبغي للمسلم أن يكتسب المال الحلال ويستعين به على طاعة الله ولا يأخذ الحرام وعليه أن يحذر المال الحرام اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواء وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات حدثني علي بن حجر أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام صاحب الدستواء عن يحي بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك قال ورؤينا أي رأينا أنه ينزل عليه أيوحى الله يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأفاق يمسح عنه الرحضاء أي يمسح عنه العرق وقال إن هذا السائل وكأنه حمده يعني سؤاله مفيد فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع أي الكلاء الذي ينبته الله يقتل أو يلم أي إذا أكلت الدابة بغير حساب إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها طرفا بطنها استقبلت عين الشمس فثلطت أي خرج منها الوسق وبالت ثم رتعت يعني بالحساب فالذي يأكل المال الحلال ويستعين به على طاعة الله فهو على خير وأما إذا شغله المال وجمعه من حلال وحرام فخسر والعياذ بالله وإن هذا المال خضر حلو ونعمة صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل يعني عمل به في الخير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة لأن كل إنسان يُسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ويتق الله عز وجل اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن أعطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده أي نفد المال الذي عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله الذي يستعفف عن السؤال الله يعفه ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر فينبغي للمسلم أن يقنع بما أطاه الله ولا يسأل إلا عنده اضطرار حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهر بهذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عبد الرحمن المقرِ عن سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه اللهم ثبتنا على الإسلام وقنعنا بما رزقتنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين الذي هداه الله للإسلام ورزق كفافا يعني على قدر الحاجة لا زائد ولا نقص وقنعه الله بما آتاه رزقه الله القناعة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني على قدر الحاجة لا زائد ولا نقص حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما أي قسم مالا فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم يعني هناك أفقر من هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخرين يعني هؤلاء الذين أعطيتهم كانوا يسألوني ويلحون وإذا ما أعطيتهم يقول البخيل فلهذا أعطيتهم تأليفاً لقلوبهم حتى يقوّل الله الإيمان في قلوبهم حدثني عمر الناقض حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكاً حاء وحدثني يونس ابن عبد الأعلى واللفظ له أخبرنا عبد الله ابن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني رداء مصنوع بنجران غليظ الحاشية أي طرفه غليظ ثخين فأدركه أعرابي من أهل البادية فجبذه بردائه جبذة شديدة الأعرابي جرى النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جرى شديدة أعرابي نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذة ثم قال ذلك الأعرابي مرلي من مال الله الذي عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم مرلي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم الأعرابي جبذه وأثر جبذه في صفحة عنق ومع ذلك ضحك له وقال وطوف اللهم صلى على محمد حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا إكريمة بن عمار حاء وحدثني سلامة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاع كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وفي حديث أكرم بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه العرابي جبذ أي جر النبي صلى الله عليه وسلم إليه جبذة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر العرابي لأنه جره جر قوية وفي حديث حمام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته أي طرف البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويعفو صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن أبي مليك عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبي جمع قباء وهو نوع من الملابس ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة رضي الله عنه يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت به فانطلقت معه قال ادخل فادعه أي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعوته له فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها من تلك الملابس فقال قبأت هذا لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمخرمة أنا أخفيت لك هذا يعني تطيبا لقلبه وملاطفةً له قال فنظر إليه مخرمة فقال رضي مخرمة رضي الله عنه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم عليه حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسان حدثنا حاتم ابن وردان أبو صالح حدثنا أيوب السختيان عن عبد الله بن أبي موليك عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية جمع قباء وهو نوع من الملابس فقال لي أبي مخرمة رضي الله عنه انطلق بنا إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يعطينا منها شيئا قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه النبي يريه الأشياء طيبة في القباء ينظر إلى هذا يطيب قلبه ويلاطفه صلى الله عليه وسلم وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك أي أخفيته لك تطيبا لنفسه صلى الله عليه وسلم ويقول قال الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان رحمه الله في المناهل الحسان في دروس رمضان الفصل الأول في شهر رمضان يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام يقول الله تعالى مُخاطِبًا المُؤمِنين من هذه الأمة وآمِرًا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع أي الجمع بنية خالصة لله عز وجل إيمانًا بالله واحتسابًا لما فيه أي لما في الصيام من زكاة النفوس أي تطهير النفوس الله يطهر المؤمنين بالصيام لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة فالصيام يُحسِّنُ يُحسِّنُ الله به خُلُقَ العب المُومِن وذكر أنه أذكر الله عز وجل أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيهم أسوة وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك انتهى كلام ابن كثير رحمه الله فالصيام يزكي النفوس ويهذِّبها اللهم منفعنا بالصيام والعبادة يا رب العالمين وقد وردت في فضله ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة روى الإمام أحمد والنساء رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبشِّر أصحابه بقدوم شهر رمضاء فيقول جاءكم شهر رمضاء شهرٌ مبارك كتب الله عليكم صيامة فيه تفتح أبواب الجنة وتُغلَق فيه أبواب الجحيم وتُغلُّ فيه الشياطين وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهر من حُرِم خيرها فقد حُرِم اللهم وفقنا للصيام والقيام وأدخلنا في جنتك ورحمتك جنة الفردوس برحمتك يا رب ووفقنا للقيام بليلة القدر واجعلنا من العتقاء من النار بفضلك وكرمك يا رب العالمين فعلينا أن نُحافِظ على الصيام ونحذر المعاصي ونحذر الغيبة والنميمة والكلام الذي لا ينفع وقال بعض العُلماء رحمهم الله هذا الحديث أصلٌ في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان جاءكم شهر رمضان شهرٌ مبارك اللهم انفعنا به وتقبل منا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وبالحديث الآخر ولو يعلم الناس ما في رمضان أي من الخير لتمنَّت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه أي تسابقكم إلى الخير ويباهي بكم ملائكته عليه السلام فأروا الله من أنفسكم خيراً أيعملوا خير يراكم الله فإن الشقية من حُرِم فيه رحمة الله اللهم لا تجعلنا شق أشقياء وجعلنا سعداء برحمتك يا أرحم الراحمين فينبغي الإكثار من الدعاء وذكر الله والتضرُّ إلى الله جل جلاله وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فُتِحَت أبواب السماء وغُلِّقت أبواب جهنم وسُلسلة الشياطين الحمد لله ولمسلم رحمه الله فُتِحَت أبواب الرحمة اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وفي الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابًا يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم وفي رواية فإذا دخلوا أُغلِق الباب وفي رواية من دخل منه شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رحم الراحمين ولمسلم رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فُتِحَت أبواب الجنة وأغلِقت أبواب النار وصفِّدت الشياطين اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وأن يوعِذنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وعنه نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفِّدت الشياطين ومردت الجن وغلِقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يُغلَق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل أي هلم إلى الخير ويا باغي الشر أقصر أي كف عن الشر ولله عُتقاء من النار وذلك كل ليلة اللهم جعلنا من العُتقاء من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات فالنبي هُرَيْرَيَرَيْهِ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا فالصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا والجمعة إلى الجمعة يكفر الله به خطايا ورمضان إلى رمضان يكفر الله به الخطايا إذا اجتنب العبد الكبائر اللهم اجعلنا ممن يغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لأنصر عنك ولو بعد حين رواه الترمذي وحسنة وابن حبان في صحيحه نحمهم الله فينبغي لنا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ونحذر الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة فالغيبى ظلم والنميم ظلم والسب ظلم والاستهزاء ظلم فيجب أن نحذر الظلم كله اللهم أأجرنا من الظلم يا رب العالمين وأن أبي هريرة رضي الله عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم خلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك رائحة فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنها نشأت من عبادة الله وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا اللهم اغفر لنا ويزيِّن الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك أيقرب عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة أي التعب ويصيروا إليك وتصفد فيه مردد الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة اللهم اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله يعني آخر ليلة من رمضان يغفر الله للمؤمنين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعيد المنبر فقال آمين يعني اللهم استجب آمين آمين قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين فقال جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده قل آمين فقلت آمين الحديث فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي فعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أظل لكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه خير شهر رمضان ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه نعوذ بالله من النفاق وهله بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب إصره أي شدته وشقاه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفق للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن وقال بندار في حديثي فهو غنم للمؤمن فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر أي لا المنافق رواه ابن خذيمة رحمه الله في الصحيح وغيره وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دخل شهر الرجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه الطبراني وغيره رحمه الله وقال عبد العزيز ابن مروان رحمه الله كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط واعذنا فيه من الفتن اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط واعذنا فيه من الفتن والمسلمين والمسلمات وقال معلّى بن الفضل رحمه الله كانوا أي السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم رحمهم الله وقال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم السلف اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلة اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلة يا أرحم الراحمين اللهم أهل شهرنا علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان واغفر لنا كل قبيح سلف وكان واعتقنا فيه من لفحات النيران واعنا على الخير يا كريم يا منان واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر